دكتور أحمد، تتذكر قبل سنوات كان في مقولة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسافة السكة وكانت تؤكد على قرب دول الخليج تحديداً وفكرة أن مصر أبداً لن تتخلى عن دول الخليج في أي وقت كان مبارح البيانة الخاصة بالمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ذكر أن هذه الزيارة هي دعامة قوية للاستقرار الإقليمي والاستقرار للمنطقة العربية ككل. إلى أي مدى التعاون المصري الكويتي يدعم هذا الاستقرار؟ طبعاً هي مقولة قالها الرئيس السيسي هي ترجمت في أفعال والسياسات وأبداً مصر دائماً مع الدول الأشقاء حتى بالنسبة للكويت نتذكر في حرب التسعينات عندما غزل عراق الكويت كانت مصر من الدول التي كانت على الجابهة القتال في تحرير الكويت دفاعاً عن الكويت وشعب الكويت وتأكيداً على سيادة واستقرار الكويت وبالتالي هي سياسة سابتة سياسة مصرية أكدها الرئيس السيسي في كل المحافل وكل الأفعال كما أشارت شارل ماد زراء الإمارات عندما تعرضت الهجوم إرهابي من المليشية الإرهابية في اليمن الحوسية وأكد على أن أمن الخليج وجزء من الأمن المصري وجزء من الأمن القوم العربي وبالتالي واحدة متكاملة الأمر المهم أن في ظل حالة الأوضاع العربية نقول هناك ما نسمى دول الصلبة دول الصلبة التي على رأسها مصر المملكة العربية السعودية الإمارات العربية الكويت هناك دائماً منهج مصري فكرة التعاون بين هذه الدول الصلبة على مصارين مصار الأول وتعزيز العلاقات السنائية تحقق التنمية الاقتصاد والإزدهار والإستمرارات المشتركة باعتبار أن هذا التعاون والتنمية يتجابه الطيار الآخر أو المشروعات الأخرى مشروعات التخريب والتدمير والإرهاب والتدخلات والتفتيت والتقسيم وبالتالي هنا منهج التنمية هو أحد المداخل لمواجهة كل هذه الأزمات هذا مصار والمصار الآخر هو التكاتف أو التطابق في الرؤى حتى في المواقف التنصيق المستمر للتعاون مع التحديات المختلفة دعم القضايا العربية والقضايا الفلسطينية دعم تسوية الأزمات في الدولة العربية في ليبيا في اليمن في سوريا وفق إطار الدولة الوطنية سرية الدولة العربية رفض كل أشكال الإرهاب والميليشيات الإرهابية رفض التدخلات الخارجية الحفاظ على واحدة تستاذ هذه الدول وبالتالي هنا القضايا العربية كجزء من المصار وثم القضايا السنائية مصر والكويت تجمعهم روابط تاريخية حقيقة البلدان يحتفلان هذا العام ببرود 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية هناك استثمارات كويتية ضخمة في مصر في مجالات متعددة ممكن تفعت بشكل غير مواصبوك مؤخرا صحيح وشارت طفرة طبعا في عهد الرئيسي طفرة كبيرة وبالتالي هنا المنهج التنموي هو الذي يدعم فكرة التشابك بين الدول العربية لأن المصالح الاقتصادية والمصالح المشتركة والنفع المتبادل هو المنهج الذي يقوّل العلاقات ويدعم هذه العلاقات ويثبتها علاقات تاريخية علاقات على المستوى الشعبي يدرعه حام جدا حيال توطيد العلاقات صحيح وده مهم جدا وذلك المنهج المصري حتى في العلاقات مع إفريقيا ومع كل الدول فكرة المنافع المشترك المصالح المشترك أن تترجم العلاقات إلى سياسات إلى أفعال إلى خطوات تعود بالنافع على كلا البلدين وكلا الشعبين وبالتالي العلاقات المصرية الكويتية هي أحدى علاقات مصر مع الدول الصلبة كما رأينا مع المنطقة العربية السعودية مع الإمارات مع الكويت تمثل ركيزة للأمن والاستقرار تمثل ما يسمى صمام الأمان في مواجهة التحديات للأمة العربية وهناك تحديات كثيرة يعني المنطقة العربية للأسف هي السحة الأولى في العالم التي سمها السحة ملتهبة فيها تدخلات خارجية من كل القوى الإقليمية والدولية فيها أكبر معدل منها للصراعات والحروب والنزعات أكبر معدل لتصدير الهجرة غير الشرعية واللاجئين للخارج يعني هي منطقة ملتهبة للأسف في مرحلات ما بعد ما عرفها بالربع العربي وبالتالي هنا لملمت المنطقة العربية وتحقيق الاستقرار يحتاج للدول القاطرة الدول الصلبة ومصر هنا وذلك تتحرك مصر على كافة المستويات استقبل رئيس سيسي الشهر الماضي الرئيس طبون الرئيس الجزائري في مصر ثم زار الإمارات علاقات مستمرة مع دولة العربية يعني مسمى حفاظ النظام الأقليم العرب هذا هو سمام الأمان الذي يضمن الاستقرار ويواجه التحديات الخارجية